في يومهم العالمي يقف الصحفيون في العالم على عتبات حرية التعبير كحق أساسيا من حقوق الإنسان وفضرته البشرية بينما صحفي واليمن يقفون خلف أسوار السجون وأقفال تكميم الأفواه وقمع الحريات بيئة أصبحت غير قابلة لممارسة مهنة الصحافة ولو بحدها الأدنى ومؤسسات إعلامية بمختلف وسائلها تتعرض لأبشع الانتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية طغت أصوات بنادقها على أصوات الإعلاميين الثالث من مايو اليوم العالمي للحرية الصحافة يحكي قائمة انتهاكات طويلة طالت الصحفي هنا في اليمن القائمة تؤكد أن ميليشي الحوثي ارتكبت أربعين حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال النصف الأول من العام 2023 ما يعني أن جميع المناطق التي تقع تحت صلة ميليشي الحوثي محاضة بالمخاضر لكل ممتهنية الصحافة ولكل ضيصلة بحرية التعبير أما الثمان السنوات الماضية فإن ندوة حقوقية عقدت بجنيف في مارس عام 2023 توضح أن ميليشي الحوثي ارتكبت جملة من الانتهاكات قدرت تقارير الرصد بأكثر من 1500 انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين شملت 51 حالة قتل طالت صحفيين واعتقال 14 صحفيا تم الإفراج عن عشرة منهم فيما لا يزال أربعة يواجهون أحكاما بالعدام وخلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري رصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 17 حالة انتهاك حوثي طالت الحريات العلامية كمؤشر سلبي يكشف استمرار استهداف الصحفيين في بيئة خضرة لا تتوفر فيها أدنى ضمانات الحماية للعاملين في بلاد أضراف متصارعة تحميها مصالحها مؤشر انتهاكات العاملين في مهنة المتاعب في اليمن ليس له نهاية حيث عبر منتسمون أسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر مؤخرا عن صخضهم للسمرار ميليشي الحوثي في حرمانهم من أبصد حقوقهم بل والعمل على إقصائهم واستبدال معظم الكادر الصحفية وإحلال عناصر موالية بديلا عن متسبية الصحيفة الذين أفنوا أعمارهم في خدمة العمل الإعلامي في الصحيفة الأولى في اليمن كل هذه التداعيات جعلت اليمن في المرتبة المائة والتاسعة والستين من أصل مائة وثمانين دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام الفين واثنين وعشرين وفقا لتصنيف منظمة مراسلون بلا حدود وهي نفس المرتبة للعام الفين وواحد وعشرين اشتركوا في القناة